في مرة فعل عشان عندنا مشكلة في ثقافة الموضوع ده هل في حد جيل حضرتك يتعالج من مشاكل خاصة بالسمنة؟ آه بس أنا أحكي لك قصة غريبة جدا أنا جات لي زوجة بتشتكي من زوجها أنه عنده سمنة مفرطة ومش مشكلتها بس حتى في سمنة مفرطة بتقول لي أول ما يروح يبتدي ياكل لغاية ما ينام نون ستوب يعني هو ما بيبطلش أكل فبتقول لي بوصل لمرحلة أن أنا بقرف لأنه النفور لأنه بتقول لي من يا خلص بعد ما يكله لساعة أكل وبعدين فواكه وبعدين لب وزديني وبعدين مكسرات وبعدين فواكه تاني وبعدين يقول لي أتي العشا ولو لي تأثير بدوره على الأمعاء بالضبط فهو طبعا لا يتوقف ومش شايف أنه عنده مشكلة مع أنها مشكلة نفسية كبيرة جدا وبتؤثر على حواليه يعني هو شايف إتسوكي أنا يقول لها الحمد لله ربنا رزقني ما كلش ليه فالعدم الوعي بالسمنة دي مشكلة كبيرة ولكن جايلي كتير ستات عندهم اكتئاب وسمنة ومش عارفة تخس فطبعا إحنا بنتفادى في العلاج زي ما قلنا الأدوية اللي ممكن تسبب لنا سمنة لأن في بعض مضادات الاكتئاب بتسبب سمنة ودي بيستخدمها مع الخسط قوي قوي ونفسها مقفولة ومش عارفة تأكل فبقى أخذ السايد إفاك ده واستعمله الدواء المناسب لها فبنتخير أنهي مضاد اكتئاب ومضاد قلق بيساعد عشان تقدر أنها تطلع وتبتدي تتحسن وتقدر تنزل الجيم وكتير منهم تحسن ومحتاجش حاجة خالص طب الدكتورة هلا بمناسبة القصة اللي حضرتك حاكتيها عايزة أعرف برضو من ناحية النفسية عشان دي أنا شفتها بعيني في بعض الأشخاص اللي وزنهم زيد بيتضيقوا جدا ويكادوا يكونوا بيتوقفوا عن أنهم يروحوا مثلا لطبيب تغزية لو الدكتور قال لهم أنتو عندكو سمنة كلمة سمنة دي يعني هل من ناحية النفسية المفروض أن احنا نتعامل مع اللي زيد وزنه باعتبار أنت مريض أنت عندك سمنة لا ما بقولهاش كده خالص بقول لها دي حاجة بسيطة لو أنت بقيت نفسيا كويسة تحب نفسك ورادية عن نفسك أسأل حاجة في الدنيا الخاصة ومش دي مشكلتنا أهم حاجة تكوني سعيدة وعندك أهداف بتعملي في حياتك ابتدي دي السوشل إن أنا بص حياتها الاجتماعية علاقتها بزوجها علاقتها بأهلها علاقتها بولادها حواليها بيقولونها إيه برضو أصل الناس الصراحة بقت صعبة قوي والكلام بقى جامت شوية وعشان كده رافع المعنويات وانت بتتكلم معها تقولي لا بس أنا شايفاكي بالعاكس انت سنسانة زكية وانت بتتكلم معايا أنا شايفاكي كذا أنا شايفاكي وفعلا كل إحد بيجيلي فيه مميزات بس هو بيركز على عيوب ونحط السمنة كهدف ننتصر عليه فبنعتبر السمنة ده عدو لي نحن اللي اتنين وإحنا حننتصر عليه وكأنها السمنة ده حد بيحاربها فهي تبتدي تحس إيه آه أنا مش حنتصر أنا حنتصر على السمنة دي أنا قدرة أنتصر فالإمباورمنت إن أنا حس أنا قادرة إن أنا أتحكم في نفسي وبعدين علمها حاجة مهمة أوي طب طبي على نفسك لإن كتير من الناس ما عنداش حتة ترضى عن نفسها والشخص اللي مش راضي عن نفسه ده ما بيحاولش يغير حاجة من رغم أنه على فكرة والوزن زيت شوية بيبقى أمر ما شاء الله فيه خدوده وكده أنا مفتقدة يعني بالعكس فيه ناس بتبقى عندها مشكلة نفسية نحس أن شكلها متأصل لا ده هو شوية حاجات في الجسم عايزة تتزبط أمل وشي بيبقى أمر ما شاء الله